هاي صبايا اهلا وسهلا فيكم بالفيديو جديد على قناتي هذا الفيديو مثل ما شفت بالعنوان رح احكي لكم عن هاي الساعة الساعة الجديدة اللي تقريبا صلي لابستها شي سنة وشوي تقريبا المهم في كتير عالم تلاحظوني انا غيرت ساعتي من الشاومي القديمة لهاي الساعة وحابين يعرفوا عنها فانا حابة احكي لكم اليوم شو بتعمل هاي الساعة وليش انا بلبسها وشو فيت شو فيكم ستفيدوا منا فاللي حيب يعرف كل هاي المعلومات يكمل الفيديو الاخير قبل ما نبلش بالفيديو تنسوا تعملوا سبسكرايب القناة اللي هو زر الاحماء تحت الفيديو عملوا لايك للفيديو وعملوا له شيري اذا حبيتوا ولا تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل اجتماعي حيكونوا باخر الفيديو وتحت بصندوق الوصف وبعد كل هذا الحكي يلا خلو ما نبلش اول شي شو هاي الساعة هاي الساعة هي من شركة اسمه اميزفت اللي هي تحت اسم شركة شاومي شركة شاومي تعرفوا انا كتير بحبها حكيت عليها كتير لهاي الشركة من المكانس الكهربائية اللي عنا بالبيت من الساعتي القديمة هحطلكون رابط ساعتي القديمة تحت بصندوق الوصف وكمان رابط الروبوت المكانس الروبوتي اللي عندي بالبيت هحطلكون هي كمان تحت بصندوق الوصف ساعتي القديمة كنت حبه كتير 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 وكانت كتير صغيرة وكتير رخيصة سأبدأ لكم كم سعرها هذه Amazfit GTS اسمها حقها ١٢٠ دولار على امازون طبعا هذه اللي عندي تقريبا سنة وشوي أول ما طلعت كان يمكن حقها ١٦٠ أو ١٧٠ وهلأ رخصت صارت ١٢٠ أو ١٠١ لأنه طلعت واحدة تاني جديدة والجديدة تبعيتها حقها ١٨٠ شو خصائص هاي الساعة؟ طبعا في الى كتير شغلات أول شغلة بتحسب عدد الخطوات اللي بتعمليك اليوم ثاني شغلة بتحسب عدد النوم هلا حنحكي واحدة واحدة شو بتستفيدوا منا بتحسب النوم بتشوف نومك إذا شلون نمتي ثالث شغلة بتشوف عدد ضربات القلب كمان بتشوف قديش كالوريز حرقتي طول النهار من خلال الحركة فيها إشعارات بيطلع عندك فيك تشغلي الإشعارات إنه يطلع كل شي بيديو دايك بيجيك على التليفون يطلع لك هون على الساعة وتقدري تشوف هلا أول شغلة بتشوف عدد الخطوات دائما أنا بحب كل ما عم بمشي أنا بشوف هوني على الشاشة الرئيسية عدد الخطوات تبعاتي وطبعاً هي بتعطيكي مثل علامات على حياتك بشكل عام بتراقب النوم تبعك كتير منيح بتراقب النوم العميق النوم الخفيف بتراقب النوم تبع الأحلام وبالأخر شي بتعطيكي مثل العلامة هاي العلامة على حياتك أنت على نومك أنت إنه قديش نومك منيح وبنفس الوقت بتعطيكي شوية نصايح كيف تحسني النوم تبعك طبعاً هدول كل إياتهم ما بتشوفون ع الساعة بتشوفون على الـ where you eat فيها شغلة كتير كتير حلوة انه اذا قعدت فترة طويلة فهي بتذكرك الساعة بترجش مثلا وبتقلك انه انتي صلك قعدة فترة كتير طويلة فلازم تقومي تتحركي هاي شغلة كتير بحبة حلاوة لهي الساعة انه تقريبا تقريبا على حسب ما انا شايفة ما بده شحن كل عشرة لتناعشر يوم مرة واحدة بتشحنوها وحلاوة القصة كمان انه انت بتشحنوها فقط 20 دقيقة كمان شغلة تانية كتير بحبة بهاي الساعة انه هي ضد المي فانا ما بتطرق شلحها لا لما بديت حمام لا لما بديت توضى حتى اذا انا وقت اللي رحت عالبحر اتذكر كمان ما شلحتها بالاسباحة ما بتشلحوها ابدا ابدا فالمي ما بتقصر عليها بالمرة هاي شغلة كتير بحبة انا كمان خاصية اللي هي الورك اوت خاصية الورك اوت او خاصية الاكتيفتيز هاي الخاصية فيها 12 نشاط رياضي ممكن انتي مثلا انا طالعة امشي هلا او انا طالعة اركض انا بتشغل عندي على الساعة اني انا هلا رايح اركض وبلش من مكان ما انا موجودة شوف تعمل الساعة بتشوف قديش انتي ركبتي وبتشوف كمان على الخريطة قديش انتي رحتي يعني بتروحي وبترجعي على خريطة التليفون او على خريطة الساعة ففيك تشغلي من الساعة وفيك تشغلي من التليفون يعني اذا انتي ما لك اخذ تليفونك معك فيك تشغلي الخريطة تبعيتك تبع الورك اوت من الساعة وكمان لما تكوني بالجم وعم تلعب رياضة كمان فيك تشغلي انه انتي هلا عم تلعب رياضة وهي بتحسبلك خلال هاي الفترة اللي انتي عم تلعبي فيها رياضة قديش عم تحرق دهون او عفوا انا قديش عم تحرق كالوريز قديش عملتي خطوات وشو الاكتيفتيز اللي انتي عملتيهم في خصائص تانية سألتوني عليها على هديك الساعة هي كانت يمكن موجودة بس انا صراحة ما بستخدمون الالارم اللي هو طبعا متل ما بنعرف اللي هو انه منبه ممكن تعيري انتي انه تنبهك مثلا بهذا الوقت او ترجي الساعة بهذا الوقت وفيك تعملي اكتر من الارم بنفس الوقت الشغلة التانية اللي فيها فيها شي اسمه event reminder يعني اذا بدك انتي شي يذكرك بدك الساعة تذكرك انه تعملي شي شغلة بوقت محدد فيك تعملي هي الشغلة وتكتبيها طبعا لهذا انا ما شرفت هدول الشغلات بس انه فيك تعملي هي الشغلة وبترجى الساعة وبتذكرك اذا انت كنتي كالتبا نوت ولا شي بتطلع لك النوت وانه انتي لازم توي هي الشغلة كثير حلوين الطايمر والكاوندوون الطايمر والكاوندوون هنين شغidor انني كثير بيستخدامون من تليفوني بس لهلا اولا مرة استخدمتون من الساعة وشو هنه بعملو الطايمر بتحطيه مسلا وبتعايري لحالك وقات قديش اعدتي يعني بتحطي وبتشغلي على الساعة بعد ما بتشغلي بصير الوقت بيطلع 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 بذيادة يعني وبس بدك توقفيها مثلا خلصتي الشغلة بدك تشوفي هاي الشغلة قده الكاونتداون هو عكس هيك بدك تعيري 10 دقايق مثلا بتحطي على 10 دقايق وبصير الوقت بينزل لحتى تخلص لعشر دقايق وبعدين بترج الساعة وبتقلك انه خلص الوقت تبع الكاونتداون تبعك كمان فيها شغلة طبعا نحن بيتنا كتير كبير فالموبايل كتير بتضيع بالبيت لما بضيع بالبيت الموبايل كونه هو بنفس المكان انتي فيك تعملي عليها شي اسمه find my iphone او find my phone عفون بتكبسي عليها بيقوم برج برن التليفون حتى لو انتي تليفون اكسايلند برن لحتى تشوف فيه وينه وانا هي كتير بستفيد منها وطبعا اخر شي الشاشة الرئيسية فيكم تعملولها كيف ما بدكن شلو ما بدكن فيه الى اكتر من شغلة كمان مثلا انا حاطة انه يطلع لي بس الطقص يطلع لي التاريخ يطلع لي الساعة وبعدين يطلع لي بس قديش فيه شحن وقديش دقات القلب وقديش ماشي انا طول اليوم فانتو لما بدكن تغيروا الشكل حتى فيك تحطي صورتك فيك تحطي اي صورة بدك ياها من على الموبايل فيك تحطيها خلفية للساعة بحسك كتير بيمشي حالة مع اي حدا مع الشباب او مع البنات وكمان بنفس الوقت بتصير كهدية لانه عن جد هي كتير كتير مفيدة لأي حدا بيحب الساعات او لأي حدا بيحب الكترونيات او لأي حدا بيحب يرائي بصحته بشكل عام نهاية الفيديو خبروني اذا انتو بتحبوا هيك ساعات بتحبوا هيك شغلات بتلبسوا هيك ساعات الكترونيات وشو نوع الساعة اللي انتو بتلبسوها وكتبولي تحت بالتعليقات وقبل ما تطلع من الفيديو تنستعمل صبسكعب القناة اللي هو زر الاحماء تحت الفيديو عملوا لايك للفيديو عملوا شير اذا حبتوه ولا تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل اجتماعي حيكونوا باخر الفيديو وتحت بصندوق الوصف بحبكم كتير 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 وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي باي موسيقى